خلال هذا الدرس سنتعرف على مفهوم جدا 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 حلو وبسيط و سيساعدنا بشغلنا ويلي هو الفنكشن فالبدأ منك انك تركز معي ويميد أهلين وسهلين الفنكشن من المفاهيم الجدا بسيطة وسهلة و ستساعدنا بشغلنا و جدا كما مهمة بالبرمجة ولكن حتى نفهم الفنكشن أكتر لحنا ناخد مثال و من هذا المثال لحنا نعرف شو أهمية و قيمة هذه الفنكشن على سبيل المثال لو انا عندي متغيرين المتغير الأول هو number 1 و داخل هذا المتغير فيه رقم مثلا اي رقم بدنا عشرة على سبيل المثال وبالمتغير الثاني اللي عنا هو number 2 حيكون عنا مثلا 20 رقم 20 حلو طيب بعد منها لو انا قررت اني انا اطبع لون الرقمين فاعمل number 1 زائد number 2 و هعمل save حلاقي بكل بساطة وطلع لي 30 حلو عمل عملية الجمع طيب لو انا حبيت بعد منها بسطرين تانية حطيت انه number 1 تساوي حبيت اني غير القيمة تبع عن number 1 بدال عشرة بديها هلا تصير 50 و بدال number 2 اللي هي عبارة عن 20 مثلا بديها تصير 5 و كمان بدي ارجع اعمل عملية طبعاء و عملية الجمع و شوف قداش النتيجة حطر اني اعمل copy هعمل paste هعمل save حلاقي طلع عندي 55 لو حبينا كمان نرجع مرة تانية نغير القيم تبع عن number 1 و number 2 و نجمع و نعمل عملية الجمع و نعرض هي العملية فبكل بساطة حتلاقي انه هندرجع نعمل copy paste لهذا الموضوع فخلينا نحط مثلا 98 و 2 فحنلاحظ انه نحن قاعدين عم نكرر الكود نفسه هون و هون و هون ما في اي اختلاف فهون تيجي وظيفة الفنكشن انه تساهل علينا هاد الموضوع ما تخلينا نعيد الكود اكتر ممرة فالفنكشن هي عبارة عن مكان بنكتب قلبه وظيفة معينة و بنستدعي هاي الفنكشن لحتى تنفذ لنا شو يعني اول شي نحن نعمل هون فنكشن تمام هذا اول شي لحتى تعرف فنكشن انت لازم تكتب كلمة فنكشن كيف معارفين let منشان قول انه هذا متغير هون بدنا نحط فنكشن بعدين بتسمي اي اسم بدك اي اسم لهذا الفنكشن و كمان الاسم تبع الفنكشن خلي اسم مثل فانه لازم يكون اسم يدل على الشيء اللي فيه مفهوم اسم مفهوم فحقول انا sum to numbers مثلا طيب بعد ما نكتب الاسم بدنا نحط هون السمي سيركل القوسين اللي بها الطريقة وبعد القوسين هدلهم منحط curly brackets هيك انا صار عندي function جاهزة اسم الاسم و حكذا فاني شارزت جيدا مهم少 داخل curly brackets هدلهم الاسم يسنتبه و نخفز بلغ Pengu قبل ان ن خلينا نعمل كومنت لهدلون الأسطور كلياتها لكننا نعمل فيهن عملية جمع حلايا أنه أنا طبعا عندي شي ما أنه أنا كاتب لهون بالكود 17 console.log number 1 زائد number 2 طيب هون النقطة المهمة بي الفنكشنز الفنكشنز أنت في عندك شخلتين لازم تعمل لهم جدا مهمين أول شي تبني الفنكشن تاني شي إنك تستدعي الفنكشن هلأ نحنا حاليا بنينا الفنكشن ولكن استدعاء الفنكشن لسه ما عملنا بكل بساطة بس اكتب اسم الفنكشن بها الطريقة اكتب اسم الفنكشن هون او قبل نكتب اسم الفنكشن مرة ثانية هنعمل سيف حلايا يطلع لي 30 حلو بعدين نكتب اسم الفنكشن هون هنعمل سيف حلاقي 55 طيب بعدين هون هنعمل سيف حلاقي إنه طلع لي 100 فبهذه الطريقة نحنا ما كررنا الكود نحنا بس صرنا نستدعي الفنكشن وهي صارد تعمل الوظيفة اللي بدنا ياها حتى لو خطر بباننا مساء سبيل المثال انه بدنا نعرض كلمة قبل الرقم ولنفترض بدي قد له انا حط فاصلة طبعا بيناتهم حط the sum is نعمل سيف حلاقي إنه اطبق عليهم كلياتهم على العكس لو كنا نحنا عم نشتغل بهذه الطريقة هاي كتحطر اني اجي لهون حط the sum is داخل console.lock وارجع مرة تانية لهون اكتبها وارجع مرة تالتة لهون اكتبها ولو حبيت اني غيرها بيوم لأيام هنرجع وغيرها عليهم كلياتهم اما بهذه الطريقة فانا اختصرت الموضوع كلياته عن طريق ال function مجرد اني سميت ال function تبعي الكلها تعملي وظيفة معينة وصلى الله وبارك فيك تخلي ال function تعمل اي شيء يعني كأنك عم تكتب الكود هون ولكن بداخلها فيك تخليها تعمل اي شيء تعرض اي شيء بدك يا مثلا بدي اياها انا حسبي المثال تعرض لي كلمة hi فحتلاقي انه عرضتلك hi هون وهون وهون عادي هي بتنفذ اي كود انت بتغطيها يا ولكن اهم شيء لما اتعرف ال function تستدعيها تعريفها لحالها ما بيكفي لازم تبنيها تمام بعد ما تبنيها تستدعيها طيب عظيم جدا مثل مشايفين احنا حاليا انه ال function تبعنا اللي اسمها some two numbers عم تاخد ال number one وال number two كمتغيرات من فوق وهذا الشيء غلط يعني ما بصير نعمل هاي الطريقة ابدا بداخل ال function في عنا طريقة افضل ممكن نعملها لال function واللي هي انه نحنا نرسل الارقام لهاي ال function وهي تقعد تتصرف فيهم على كيفها وتعمل عمليات الجامع فعلى سبيل المثال احنا هون بحاجة لرقم واثنين طيب كيف ممكن نعمل هاي الطريقة طريقة ارسال البيانات لل function حتى تستعملهم هي بداخلها بيتم عن طريق شيء اسمه ال parameters تبع هاي الفنكشن طيب هاي الفنكشن بداخل القوسين هون انت بتحسن تعرف اكتر من parameter انت كم قيمة بدك تبعت لهي ال function وعلى سبيل المثال احنا بحالتنا نبعت لها رقم واحد ورقم اثنين فانا هاعمل هون بتسمي اي اسم بدك يا ونفطرد x تمام وهذا ال parameter الاول القيمة الاولى حتى تبعتها فاصلة بتحط القيمة التانية اللي بدك تبعتها اللي هي مسلا y على سبيل المثال فانا هون ال function تبعي اللي اسمها some two numbers لح تستقبل مني او حتسمح لي اني ارسلها انا رقمين رقم اول رقم تاني او بيانات اولى بيانات تانية طيب هدلون x وال y وين هستعملهم انا لحستبدلهم بال number وال number two بهيد بساطة طيب حلو فهلا انا حاليا ال function تبعي عبارة عن function اسمها some two numbers بتستقبل two parameters ال x وال y ممكن انا زيد parameters تاني على كيف يعني ممكن احط اي parameter تاني بديه تمام ولكن احنا حاليا بحالتنا هون احنا بنحط بس x و y و هدلون x وال y انا سميتوا على كيف في اني سميهم مثلا num one و num two طيب هدلون الاسماء وين هيتم استعمالهم هون جو فايشي انت عم تسميه بداخل هدلون القوسين لحيتم استعماله بداخل ال function هاي num two طيب حاليا ال function تبعنا قادرة انه تستقبل منا رقم اول رقم تاني او قيمة اولى قيمة تانية بغض النظر شو هاي القيمة ولكن احنا لازم نبعثهم ارقام لانه عم نعمل عملية الجامعة طيب كيف بدي ارسل لياهم بكل بساطة لما انا عم استدعيها هون انا بارسل لها بالبيانات طيب لما ارسل البيانات هون انا بسميهم argument متى مو شايفين انه احنا عنا داخل القوسين num1.num2 فانا هون لما استدعيها بقول num1 شو بدي ابعت رقم 4 ع سبيل المثال تمام 4 طيب شو الرقم التاني اللي هو نمته مثلا ع سبيل المثال بدي ابعت 5 تمام فبهالطريقة انا لما عم استدعيها ارسلت لها 4 و 5 ليش ما ارسلت لها 3 ما ارسلت لها 3 لانه هي ما بتستقبل غير قيمتين num1.num2 فانا قلت لها 4 و 5 طيب لو بدت استقبل ثلاث قيم مني بحط متغير جديد و بسميه شو ما بدي اكس على سبيل المثال هون انا بحسن بقى ان شو ابعت لها القيمة الخامسة ونفترض مثلا واحد 12 تمام بهالطريقة ولكن نحن معنا هلأ استعمال للمتغير او لالبراميتر الثالث فنحن معنا بحاجة ليلو فمتل ما شايفين انه حاليا الفنكشن تبعي استدعيتها ومررت لها بيانات الأربعة والخمسة فلما هعمل انا هلأ سيف لحيطلع لي تسعة تمام ما طلع لي لا تلاتين ولا شي لا لانه انا بعت لها اربعة و خمسة الاربعة و خمسة اجو لهون تمام بعدين اتمرروا لداخل الفنكشن وتمت عملية الجمع بكل بساطة فانا هون كله هذا انا ما عطي لي داعي له صح؟ هذا الحكي كله ما عطي لي داعي حتى هون لما انا بدي اجي ارسل واعمل هون كمان متغير ممكن ارسل لي هون كم متغيرات عادي نمبر ون نمبر تو بها البساطة فهون لحيت ارسل 98 وهون 2 هنعمل سيف طلع لي 100 فهون كمان بما انه نحن نستدعي الفنكشن فلازم نمرر لها البراميتر سبحها ما بصير تستدعيها وما تمرر لها البراميتر فنحن نرسل مثلا هون 10 فاصلة 5 مثلا طبعا هدلون كلهم مع تلون داعي تمام خلينا نرتب الكود شوي هيك حلو تمام نعمل سيف حلاقي طلع عندي 15 فبكل بساطة أنا الفنكشن تبعي صار تستقبل اكتر من قيمة او قيمتين مثلا أنا اتلقى قيمة وصار تعمل فيهم اللي بديها حاليا صفي عنا فكرة اخيرة بالفنكشن مثل ما شفنا انه الفنكشن اللي بنيناها نحن اللي هي sum to numbers كانت عبارة عن فنكشن بسيطة بتاخد قيمتين وبتعمل عملية جمع وصلا الله وبارك يعني مجرد انه بتطبع لنا عملية الجمع حلو ولكن الفنكشن فيها تعملنا شغلة اضافية واللي هي انه ترجع لنا قيمة يعني بس لما نستدعيها ممكن نحنا نرسل لها بيانات ولكن ما تطبع شيء او ما تنفس شيء هي ممكن تعمل بعض المواضيع بعدين ترجع لنا القيمة اللي بدنا ياها طيب كيف هذا الموضوع قبل اشرح لك هذا الموضوع خلينا نحنا بس نشيل اللون الموضوع لانه نحنا يعني ما بدنا نكررهم نحنا بس نخلي مثال واحد عنها طيب هذا الموضوع بتصير عن طريق بنعمل فنكشن تمام وخلينا نقول انه هاي الفنكشن انا بديها تعملي عملية ضرب ملتيبليكيشن ملتيبليكيشن عشان كتبناها صح و بنعمل القوسين هدلون و بنفتح الكردب راكتز حلو طيب حاليا انا هون بديها تعملي عملية ضرب طيب طيب كيف ها خلي هاي الفنكشن اترجعلي ضرب الرقم الاول والرقم الثاني بكل بساطة ها اكتب كلمة return بعدين ها قلق x ضرب y و نحط semi-conom طيب تعالوا نستدعي هاي الفنكشن مع بعض خلينا نقول له multiplication نعمل هيك و نستدعيها و نقررسل لها مثلا اثنين و نعمل فاصلة اثنين هلا حاليا انا ارسلت لهاي الفنكشن اثنين هون هتجي اثنين هون هتجي اثنين هتجي اثنين تنضرب بالتنين و ها يعمل return هنعمل save هلاقي ما طلع عندي اي شي طيب ليش لانه بكل بساطة القيمة اللي رجعت ما في متغير او ما في شي يعمل لها console يعني ما في شي يعمل لها log طيب كيف هنعمل هاد موضوع لو اجينا نحن لهون عملنا let result result تمام و عملت يساوي فحاليا القيمة اللي هترجع من هون هي هترجع قيمة number صح لانه رقم ضرب رقم هيرجع رقم فمعناتها المتغير هاد هيكون من نوع number بعدين هايجي لهون قل له log الconsole.log و قل له result اعرض لي result رجعت لك هتلاقي اعرض لنا اربع فبكل بساطة هادا النوعين اللي موجودين نحن عنا بالفنكشن فنكشن اللي اسمها void هادا النوع اسمه void والفويد هو عبارة عن function ما بترجع لك اي قيمة ما فيها كلمة return بس مو معنى انه اذا بترجع لنا قيمة ما فيها تعمل اي شي لا ممكن نحن كمان نعمل فيها اي شي بدنا يا ممكن نقل له اطباعي مثلا والله هاي بعد هاي اعملي اي شي بعدين اخر شي رجعيلي القيمة اللي بديها او مثلا خلينا ناخد مسال عملي اكتر هقول the multiply of خلينا نعمل x بعدين حط تفاصلة and حط تفاصلة y حلو نعمل safe حتلاقي انه طلعلك the multiply of two and y تمام شاف كيف عرض لك بس بمجرد اندي استدعيت هاي الفنكشن بعدين عمل return لالx ضرب y والx ضرب y اللي هنه اتنين ضرب نحنا بعتنا اتنين وهون اتنين فاجت الاتنين لهون بعدين اجت الاتنين لهون انطبعت هون بعدين ضربهم ببعض وعمل لهم return فاثنين ضرب اربعة مسك الاربعة تمام وشو رجعت هاي الفنكشن بالنهاية شو عملت return لشو لو رقم اربعة مسك هاي القيمة وخطها بالبرزولت بعدين بعد ما خطها بالبرزولت عرضها كأنه متغير عادي يعني كأنك انت حاطت بكل بساطة هاي كأنك عملت له اربعة هاي ولكن ما عملنا ها نحنا نحنا بعتنا له القيم عملت وظيفتها بعدين عملت ونعرضت بكل البساطة وهذا هو النوعين الموجودين نحنا عنا بالفنكشن ومعلومة بكررها انه الفنكشن كلما زدت البراميتر عندك تزيد قد ما بدك براميتر بسحط بيناتهم فواصل تمام طبعا الاسماء انت بتسميها على كيفك بس دايما خليك مسميها اسماء يعني مفهومة مو X و Y متل ما أنا مسميها بس المعلومة المهمة انه كلما زدت البراميتر تأكد انه عن تبعتهم كارجومنت لما تستدعيها يعني هون انت عندك 1 2 3 4 عندك 4 براميتر فالمفروض هون انت تبعت 4 arguments تمام لا تنسوا هاي الموضيع ولا تنسوا هاي المعلومات كلياتها خلينا نرجعهم كلياتهم شما ما يتخربط وبشوفكم بالدروس الجاية وحاول تبنو الفنكشن سبعكم لحالكم وسلام